نحن نتحدث عن الدوري البيم نتحدث عن المساهمة أو التعاون أو التتعاون بين كل أقسام الشركة وتطوير طرق أفضل للتعاون وهذا طبعا نحن نغير في سلوك نعملين فنحن لدينا هنا خمس عناصر الـ CU PO Processes PO Formals DI Digital Tools ST نتحدث عن الـ CU اللي هو تنفيذ البيم لابد نحن نعمل تغيير لسلوك القائم والتغيير لابد هيكون في بعض الخسائر بس على المدى القريب بس على المدى طويل هيكون في مكاس كبيرة جدا للشركة لازم نحن نتقبل الخسائر ديت ونكون مستعدين لها ما نفجأش بها فطالب منها نحن أعمل شوك عشان انت بتحاول تغير ثقافة راسخة في الشركة هنحتاج ان نكسب الناس معنا قلوبهم وعقولهم تكون معنا لازم يكون في سيط ما يكونش فيه مبالغة في التقديرات طيب بعد كده العمليات البرتسيس البيم بيش مجرد نموذك كاتس ونسأل بعيد لا ده فيه لازم مجموعة من العمليات أنتطبقها فلازم نكون نسأل نفسنا العملات الحالية كويسة ندور نعتمد عليها ولا لازم ان احنا نطورها بعد كده بنتكلم على الف او الفورمز اند بروكورمت لا نحن محتاجين ان احنا نعمل تنصيق مع كاسب المشتريات ومشاركة كافة العقود معهم هنبدأ نتفق معهم البداية على طرق التعاون وهناك فيه ثلاث طرق رئيسية في العود الطرق الاولى دي احد اساليب التعاقد اللي بتحاول انها تقلل مشاكل التصميم زي الاند بالد المالك بيحدد مواصفات الاداة لمشروع وبعد كده بتعاقد مع المقاول عشان يعمل اعمال التصميم والتنفيذ السلوب ده بتطلب ان المقاول يكون متخصص في النوع ده متعاقدات وعنده الامكانات الفنية والتنفيذية عشان يعمل اعمال التصميم والتنفيذ بنستعمل اسلوب دوت لما يكون في تعاقدات فنية كبيرة بالمشروع او لما يكون خبرة المالك قليلة وبرضو عشان اه لو المالك محتاج سعر ثابت عند التعاقد او عايز يقلل من تعديلات وتغييرات ويقلل من زمن تنفيذ المشروع من خلال الاستفادة من تدخل عملتها التصميم والتنفيذ المسل اسلوب ده ان فيه طرف واحد مسؤول قدام المالك عن التصميم وعن التنفيذ وفي المقابل المالك لما بيتبع هذا الاسلوب كأنه بيحط كل البيت في سلة واحدة فيه مخطرة لو المالك فشل او فيه تدهور العلاقة بين الطرفين او المالك او المقاول ما كانش محل الساقة من عيوب الاسلوب دوت ان هو بيطلب من المالك ان هو حدد بالدقة والتفصيل اللي هو عايزه اختلاف التصميم من البطولة هنتقدم العروض بتعمل صعوبة عند المالك في المقارنة بالعروض اللي بتقدم ليه فيه ستوب ثاني برايم طايب كنتراكتنج العميل اللي بيدخل في علاقة مع المقاول اللي هو بيعمل كانوة تصالة واحدة لسلة التوريد على نطاق او ساعة تقديم المشروع الستوب الثالث برايفت فينانس انشياتيه ان القطاع الخاص بيقوم بالتصميم والتنفيذ والتمويل والتشغيل للمرافق العامة بناء على موصفات ادامة محددة من الحكومة لا تملك الحكومة المرفق ولكن بتسرف دفعات القطاع الخاص مقابل استعمالها المرفق طول حق فترة التشغيل وعند انتهاء هذه الفترة ملكية المرفق العامة لما تفضل لدقة الخاص او تنهي الحكومة حسب العقد من اهم المزايا بتاعت الاسلوب دوت ان احنا بناء في الحكومة من قضية الفلوس والتمويل فده بيقدر يخليها تستثمر في مرافقة عامة ومرافقة عامة كبيرة مع انها تحافظ على وضعها المالي طيب الادوات الرقمية اللي هي دي اي ديشتال تولز البيم مش مجرد تعمل مجسم فيه برضو انحنا من نحتاجين ان ندخل المعلومات عايزين نفهم المعلومات اللي احنا هندخلها جهة الموديل مفيش اداة واحدة هتقدر تدينا عمل المجسم وتحليل انشائي وتحليل للاستنابلة الاستدامة لذلك لازم احنا نستحدد ايه الادوات اللي احنا هنستخدمها ويكون فيه تناسك كامل بينها ده بالنسبة للادوات الرقمية ندخل بقى في الستاندرد المعيير او قابلية التشغيل البيني المعيار هو طاق مفصل من مواصفات المنتج والخدمة اللي هي موضوع الايزين نحنا نكون متفقين على حاجات معايير سابتة دي الحاجات دي تبقى مرجع بيتم كياسة الشغل بتاعنا ومقارنته بالمعيار بحيث تأكد احنا مش نتصح والغلب المعيار بيشير عادة للمجموعة المناصفات تكون موثقة ومثبتة بالاختبار زي الخلو من العوائق او معايير الوصول وغالبا فيه خلط بين المعيار بين مصالح المعيار وتصنيف محتوى المعارفة طيب احنا نتكلم على القابلية التشغيل البيني قدرة الانزمة المتنوعة والمنظمات على العمل معا بثلاسة دون فقدان البيانات وبدون جوة خاص وقد تشير قبالية التشغيل البيني الى الانزمة والعمليات وتنصيقات الملفات وما لذلك ان قابلية التشغيل البيني ليست مرادفة لانفتاح على سبيل المسال يمكن تكون تنصيقات الملفات التكابلة بتشغيل البيني مغلاقة الملكية مثل الملفات الريفت او مفتوحة الملكية مثل الدي دابلو اف او غير مملوكة مثل ال اي في سي في معايير خاصة ممكن تكون بالدولة زي بريطانيا عندنا البي اس 1290 جزء الثاني والثانية والربعة الحاجات دي مهمة جدا لتنسيق العمل ولازم كل اللي شغالين في المشروع يعرفوه طيب ناخد معنا العمليات البورسوسز هنلاقي عندنا آآ خمس عناصر آآ هنبدأ شوفهم مع بعض هنتكلم هنا في العمليات كيفية ادارة وتطوير العمليات الحالية وضبانة عملها فهم المطلبات دورة حياة المشروع والعملات المطلوبة في كل مرحلة طيب نبدأ بسم الله آآ آآ التقييم ومعارفة اللي احنا محتاجينه التقدير او التقييم عندنا في اسلوب احنا مشغالين به آآ بيم اكسلنس ده تبع الدكتور بيل سكر مجموعة من اسئلة اللي بتهدف لمعارفة قدرة الكفاءة اللي المنظمات وشركات نحن لازم نعمل تقييم وهتلاق في فيديو اكتر من فيديو على قناة بيم عربية خاصة بازاي احنا ننقيم اداء الشركة تمام طيب في بعد كده اللي هو المالك عايزه دي نقص البلاد بتاعتنا دي بيانات من طلبات صاحب الوسيقة دي وسيقة بتوضح المالك او صاحب العمل العايز هي اه الاي اي ار بتوضح مساوية تفاصيل النمزجة مطلبات تدريب منظم العمل سيغل استبدال العمليات الاخرى اللي مطلبه المالك واو الخطوة اللي ما عرفت ما هو المطلوب كيف سيكون به اه قد يكون كل ما يرده المالك والتوفير او الوقت او الاتصدامة او دارة المنشآ وبنان عليه بنحدد ايه اللي احنا نشغل فيه عشان كده لازم الاي اي ار يكون مكتوب بدقة وبينقص البتات اقسام التكنيكال تفاصيل منصة البرامج مستوى التفاصيل ايه البرامج المتسخدمة سيغل تبادل البيانات تنسيج درج التفاصيل على جنب كده بعد كده ندخل على المانجمنت الادارة تفاصيل الادارة المعايير كواعد المساهمين خطة العمل الامن التعرضات واكتشافها عمليات تبادل البيانات اكتباها من اشتيجة النموذج وبعد كده مارشل دي تفاصيل انجاز البيانات او توقيت التسليم من خلال انحنا بنعرف ايه الحياة المطلوب مننا فممكن ان نجهز ورقة اسمها بيميوز بنبدأ نشوف المالك عايز ايه بنعرض لكل حياة اللي بيم بقدر عملها هو بيعمل شك او انشك بيقول مثلا انا عايز انا عايز انا عايز انا بلأ باش عايز باش مهم عندي مهم عندي يعني يبدأ يحدد ايه الحياة اللي هو محتاجة وعلى اساسها هنحدد الشغل هي بعمل ازاي والفلوس هي بعملها ازاي طيب بعد كده بنعمل بيم اكستوشن بلان دي مهمة جدا اللي هي خطة انجاز نمزاجة معلومات البناء الماردين بيعملوا تطوير الخطة انجاز نمزاجة معلومات البناء وبيتعمل مرتين ما قبل التعاقد وبعد التعاقد ما قبل التعاقد بيبقى فيه حاجات اساسية وبعد كده بنبدأ نكتب بقى للحياة نكتب اسماء وتليفونات واملات الناس اللي هتشار في المشروع ونبدأ نحط تفاصيل للمشروع عساس نعرف ويوم ما جدا انا عشساس لو اختلفنا لو حصل اي مشاكل نرجع لها نشوف احنا كنا امتفين عليها ايه الحاجة اللي هي بنكتبها في الوصيقة دي بنكتب المعايير وشرحناك كذا مرة في مقرابي يعني بنكتب المعايير اللي ساندر هنشغل بيها البرمج اللي هنشغل بيها مين هما السوكهولدر الناس المؤسرين او اللي هتأثروا بالمشروع الميتنج هتعمل كل ايه المشروع تسليم المشروع تبعمل ازاي اه حجم المشروع عدد المباني النقطة المشتركة بالاقسام المختلفة الصلاحيات لوصول بيانات تبعمل ازاي فحص المشروع آآ كافية تبادل البيانات ده بالنسبة للبيم طيب خلنا نخش بقى في عندنا برضو التسليم المشروع يبعمل ازاي ايه هي السياغ تبادل البيانات طيب نكمل هنلاقي عندنا خطة تسليم معلومات رأسية دي خطة بتقول لنا تسليمات كاف كل المعلومات هتبقى عاملت ازاي ايه الوقت بتاحها النموذج الرسومات المواصفات المعدات كل حاجة وهتسلمها يعني المشروع كزا مرحلة فهنسلم كل حاجة في اين مرحلة ايه اللي هيتم تسليمه ايه الجزء ولا زمن التسليم ايه صيغة الملفات للتسليم ايه هي المخرجات اللي انت ومتظرها مننا تمام بعد ذلك من ننخش على السيانة والاستخدام منتنس انديوز انلاقي عندنا ان في بعض الاكواد اللي هتسهل علينا الموضوع تدابات زي البيانات ايه يحدد لنا مطالبات ادارة المعلومات لتحقيق نمزاجة معلومات البناء في المستوى التاني اللي متعلق بالتشغيل لوسائلات الاسوء اللي هو احنا ممكننا نتكلم على الاسيت انفورميشن مودل منزج معلومات الاصل ده المصدر الوحيد للمعلومات المعتمدة المصدق عليها متعلقة بالممنة وتشغيله ومتعلقة بالعملاء والمستخدمين هاقين ومدير مرافق عشان نستخدمها في مراحل المشروع والاستخدام وعندنا نموذج معلومات الاصل نوع فارع من نموذج المعلومات يدعم زيان وادارة تشغيل الاصول في مختلف مراحلة اللي هو اسيت انفورميشن مودل يتم استخدام نموذج معلومات الاصل كمستوضع لجميع المعلومات كوصلة للوصول كوصلة للتلقي وتركيز المعلومات من الاطراف الاخرى في جميع انحاء المشروع بعد ذلك هنتكلم على الـ CDE اللي هي Command Data Environment اللي هي بيت البيانات المشتركة ده المصدر الوحيد للمعلومات واللي بيجمع ويدير وينشر وصائق المشروع المعتمدة اللي هي مرتبطة للفرق متعددة الخاصات في العملات المقدرة دي مجرد تنظيم للشغل بحيث ان نبقى فيه عندي فولدر مثلا وفولدر تاني وفولدر تاني للاركايف يعني بنابدأ ننظم الشغل بحيث ان احنا بعرفين اللي موجود هنا ده لسه شغلنا عليه ده اللي هيتنشر ده اللي ينفع آآ نشتغل عليه كاقسام مختلفة في المشروع عندنا منطقة تقدم في العمل Workon Burgers المشاركة النشر الاركايف الارشيف مصادع للميانات المهم اللي ممكن الناس كل تقدر توصل لمعلومات ومنظمة للشغل بحيث ان هدفنا طيب خطة العمل اللي هي Digital Plan بتعبر عن مراحل تسليم مشروع ومستوى التفصيل لا يجب ان يستلموا المؤرد لسلموا المؤرد لصاحب العمل في اي وقت من الوقت استبدال المعلومات عندنا قد بسال فانتون سعين جزء الثاني بيقول لك ازاي نعمل استبدال المعلومات في المراحل المحددة وهيتم تطوير معلومات المشروع تدريجيا ونتسلمها لصاحب العمل في استبدال المعلومات على سابقا المثال فيها الاسكوب الفيز وهنبدأ نعتمد طبعا على ال اي اي ار عساس نعرف المالك كان عايز ايه وعايز ايه